مرحبا تحياتي مشتكين قاتل جوك سنيننج إذا شاهدنا للمرة عني اسمي توفيق اليوم موضوعنا إذا أنت اشتريت كلب حديث الولادة أو أنه عنده كلب أنه ولدان عندك شون الطريقة سنحافظ عليهم من الفيروسات وشون نحافظ على صحتهم وحياتهم تعرف عليها بعد الأنترو أول شيء قبل ما أبلش بالموضوع مو أنه أنا إذا أحشي على الفيروسات معناته أنا طبيب لا بالعكس أكون شخص هو تعب على روحه ودرس ووصل هاي المرحلة يعني هاي تجي تعالي كابتن آي كلبي داي موت أنا إش أسوي كابتن آي كلبي صار في فلان شغلة أنا إش أسوي صح عندي يعني معلومات بس ما هيد أجازة في العالم أو أنه أفتي شغلة تطلع غير شغلة فتطلع عليها أنه ما ريد أنا صراحة أجاوب هاي الأسئلة بس أنا يريمها علمكم طريقة إنه شون تتفادون أنه كلابكم الله يقدر يصيبها أي فيروس أو أنه تتأذى أول شي إنت إذا خلت كلب جريب حديث الولادة أعرف أنه أنت ممنوع نهائيا يطلع هذا كلب بره على الشارع ومده يتعرض للفيروسات أول شي إذا ستتأخذ من عنده لبالك أول شي إذا يجي الكلب على البيت أنت تخلي الكلب على مدة أسبوع بالبيت بعدين تتأخذها وتودي أنه عمد تتلقحها أول شغلة تتبع علي من التأخذ وتتلقحها أنه طالت طبيب هل أنه عقامها قبل ما يدخلي كلبك عليها أو لا لأن الله يقدر إذا كلب قبل كلبك إجاء وأنه فيروس وهذه الطاولة ما تعقمت فممكن أن يسبب لك مشاكل مع كلبك الشغلة الثانية أنه أنت من البيت ممنوع من عند الباطن أنه يدخل أي أحد أحد داخل البيت بالشوز مات لأنه الأحد تنقل الأمراض بالبيت شغلة اللوخ إذا أنت عندك كلب أنه كبير بالعمر وتتطلع لنا على الشارع غير هذا الكلب فانتبه دي ربالك أنه يتخلطون سوى لأنه كلب يمشي بالشارع الله يقدر أن ينقلك مرض على البيت يكون هذا كلب مملقح فكون حذر بهذا الأمر كلب الولدانة لا يستطلع على الشارع لأنه أصلا تترضع فإذا جدت تتساوي حمام بالشارع فأكيد صدرها حيطخ بالأرض وحتى تدملك مكروبات للكب مرتك فهذه الفترة لازم أن كلب لا تتطلع للشارع وتتحافظ على حياة الكلاب وهو من نفس الشيء تكون منعتها من قوية عمد لا يجي لها أي فيروس حتى أنت من الناس إذا هوات الكلاب لعبتوا إلى كلاب الشارع وتجدتوا على الكلب من الولادة التي لديك أو أن كلب الولدانة ستعقب عليك ونتأكيد تلعبه وأن يتصح أن لديه الكلاب يقوم بمثل على مربع مربعه بكل طريق يتقلع وتترضعها ودخلعها وانتكون عندهم مساحة ومعين لذلك المكان وأنها حافظت عليهم حتى لو أنك تترعوا جديد بهاي المكان انه تقدر تحط للبادز عمود يتعلم على الحمام ونفس الوقت انه تحافظ على صحته وعلى حياته طبعا يامتا احنا نقدر نطلع الكلب للشارع ما تقدر تطلع الكلب للشارع وتديك مشي بالشارع لحد ما ياخذ اخر لقاح الى بعدها تعيد 15 يوم عمود ياخذ مفعول اللقاح يالله تقدر اطلع للشارع طبعا اول ما ياخذ اللقاح الكلب انه منعته تنزل عمود هو ماخذ الفيروسات بعدين شوية شوية ما ياخذ المفعول اللقاح وتكون اموره كلاش تمام ومية مية فذاك ابدا ما تطلع الكلب للشارع لبعد 15 يوم من اللقاح الاخير ونحن نحجل هذا الحشو كلها تعمل نريد ان نفادع الفيروس البارفو يصيب اكثر شيء للكلاب هي الحديثة الولادة اللي هي مماخذ اللقاح وهذا الفيروس اذا جئت تعالجة نسبة انه الكلب يطلع من هذا الفيروس كلش قليلة ونفس الوقت انه كلش مكلف هذا الفيروس علاجة الدول العربية مو هذاك التكلفة بس اذا انت من دول الخارج فاعرف انه التكلفة كلش كلش هواية حتكون عليك وانه مصاريف حصير عليك وبالاخير ايا يطلع كلب ايا ما يطلع طبعا واحد من الناس مريت وهذا الشي اذا تذكرون اول ولادة الكلب تيلولا اذا انت من تابعيني قدامة تعرفها الكلب اللي قلت لكم انا حبيت هذا الكلب وعجبني شكله اللي هو الكلب البني هم من نفس الشي انه خليت انا صديق لي وهذا الصديق انه طلع علي الشارع يعني شد انا مسافر فاخذ فيروس البارفو طبعا من المجاعد شفت انه منت الكلب اخذت وديته مجان لكن يومين من دخل البارفو طبعا ملحقت لما على الاسف يعني حاولوا كلش انه اياه بس بالاخير ما طلع ملعتها تحياتي لكم ماهر سلامه موسيقى موسيقى